ابتداء نحن كوزارة النفط وكشركة تسوق النفط مهمتنا الأساسية تعزيز زرائرات البلد بخلال زيادة معدلات التصدير واستثمار الظرف الحالي المتمثل بزيادة الأسعار لابد هنا من الإشارة إلى موضوع مهم إشارة إلى دكتور صلاح في موضوع متعلق بالبيئة الاقتصادية المتمثلة باستثمار النفط وزيادة إنتاجه كما تعلمون السنين المضت أسعار النفط كانت بمستويات قليلة جدا 2020 كان سعر البرميل بحدود 39 دولار هذا ما كان مشجع بذل الاستثمار حتى اليرادات التي تحافظ على مستوى معين للإنتاج بدون أي زيادة بالكلف لغرض زيادة الاستثمار الآن وضع السوق تغير إجمالا نقطة مهمة لتغيير هذا الوضع السوق والتدعم للأسعار بسبب قلة الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز الذي أثر وكان جليا وواضحا هذه السنة إضافة إلى أحداث حرب أوكرانية زادت هذا الموضوع من حدته هناك شحة بامدادات النفط انخفاض كبير بالخزين العالمي كل هذا العوامل أدت إلى انتعاش الأسعار أسعار اليوم نتكلم على معدل معظم الوكالات العالمية تتكلم على معدل سعر 2022 إلى 115 سعر برنت في حين معدل السعر كان 2021-60 نحن نتكلم على ضعف 100% إضافة لذلك الوضع الحالي الذي عززته نقص امتالات من روسيا وظروف المتعلقة كذلك بتغيير شكل التجارة العالمية كل هذا أدى إلى دعم آخر نعم كل هذا الارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات التصدير كل هذا يعزز إرادات البلد بشكل ملحوظ جدا نتكلم على إراد للبلد شهر الماضي شهر الخامس 11 مليار وبحدود 400 مليون دولار رقم كبير جدا هذا الرقم لم يشهده للعراق منذ سنين كثيرة جدا أعلم إراد حقق العراق في سنوات السابق كان بحدود 7 مليار عندما كانت الأسعار بحدود 100 في 2012-2012 الآن الإرادات تزداد طبعا مسؤوليتنا كوزارة النفط وكشركة تسويق النفط هي زيادة التصدير وتحقيق أعلى إرادة البلد ترجمة نانسي قنقر